الاعتصام في المنطقة الخضراء على موعد لاتساع رقعته تصعيد جديد يدور الحديث عنه بين المتظاهرين في البرلمان تسامناً مع تغريدة السيد الصدر الأخيرة وفي ذكرى عاشوراء حشود من المتظاهرين بالمحافظات تلتحق بالمعتصمين في بغداد استعداداً للتصعيد المرتقب أكيد التغريدة التي خرجت من أنامل الشريفة التي سمعت السيد القائم مقتدى الصدر هي حشدت الشباب وكما ترى أنت الآن الحشود الآلاف المؤلفة التي متواجدة وماسكة الأرض في الخضراء منذ ما يقارب الـ 15 يوم إلى حد الآن الحمد لله وشكر عداد مليونية وتوافد وحتى قاعد اللاحظ يعني مو بس جمهورة رصد اللامانة يعني هواي ناس قاعد توافدها لمقر البرلمان ليس من التيار أنا مواطن عادي بس أساهم التيار وأساهم غير التيار كلها أكثر ترمو من التيار أما خبأ أقول لك يعني للعلم والإطلاع التصعيد في حدة الاحتجاجات يقول المعتصمون أنه يأتي كورقة ضغط لتحقيق ما يطالب به الصدر لسيما بتغريدته الأخيرة التي وجهت إلى القضاء أما الدعوة للمعتصمين أما فيها من تعليمات فقوبلت بترحيب وتأييد منهم لخطوات الصدر نحن هنا باقون إن شاء الله باقين حد تحقق مطالبنا باكملها ما هي مطالبنا كما أمر السيد القائم عز الله سيد مقتدى الصدر فنحن باقين إلى تحقيق المطالب وإذا لم تتحقق المطالب أما النصر وأما الشهادة نحن باقين على هذا المستوى يعني ما نتغير وما نتراجع وتزامنا مع تغريدة الأخيرة تقول المصادر أن الاعتصام المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني سيشهد زيادة في توافد المعتصمين إليه استعدادا لتوجيهات الصدر المقبلة زيادة في حدة الاحتجاجات قد يشهد اعتصام الخضراء خلال الأسبوع المقبل ونهايته إذا لم يتحقق ما طالب به الصدر مستجدات جعلت المشهد مفتوحا على جميع الاحتمالات من العاصمة بغداء بدر ركابي التغيير